مسلسل السهداف الصحفين والناشطين في العراق بدأ منذ عام 2003 وما زال مستمرا حتى الآن بمختلف أدوات وأشكال السهداف حيث كشف تقرير أمريكي عن تعرض صحفين عراقيين للتهديدات المستمرة بالقتل في منصات التواصل الاشتماعي مؤكدا أن هناك تطبيقات على بعض المنصات تتبع لأحزاب وميليشيات مسلحة هي من تقوم بالسهداف الصحفين واغتياء لهم التقرير الأمريكي المختص بالصحافة أشار إلى تنامي دور الميليشيات في العراق اقتصاديا وأمنيا وحكوميا مضيفا أن الميليشيات المسلحة كانت ضالعة في عمليات الاغتيال للإعلاميين ولسيما منذ نهاية عام 2019 التقرير أوضح أن كثيرا من الميليشيات منذ عام 2014 أصبحت جزءا من الحكومة ولديها إمكانية الوصول إلى الوثائق والمعلومات الحساسة ومن ضمنها معلومات عن عائلات الصحفين في محاولة لجعلها أحدى وسائل ابتزاز الصحفين والسهدافهم بغرض تصفيتهم كما أكد تقرير الأمريكي أن بعض الوسائل العلامية التابعة للميليشيات تمثل جهود الدعاية الإيرانية التي بدأت منذ سنوات حينما قامت طهران بتمويل وتدريب الميليشيات التابعة لها مؤكدا أن طهران ساهمت بشكل مباشر في استفحال دور الميليشيات وتطور أدوات استهدافة للصحفيين قتلا وتصفية وملاحقة صحيفة دايلي تيليغراف أكدت أن الحرس التوري الإيراني جند كثيرا من الميليشيات لخدمة مشروعه في المنطقة من على الساحة الإلكترونية في محاولة لكسر عزلة طهران وتوسيع بصماتها ضمن الدول التي تهيمن عليها وذلك عبر فضاء الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت أدوات مراقبة تديرها الميليشيات في عملية الاستهداف والاغتيال لمنتقدين فوذ إيران في العراق وغيره من البلدان